محاولات تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه النائمة مستمرة لزعزعة أمن العراق واستقراره حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني أن التنظيم هاجم إحدى القرى في ناحية الوليد بمحافظة الأنبار غرب البلاد وجرت اشتباكات بين القوات الأمنية وعناصر التنظيم الإرهابي نتجانها مقتل أحد العناصر وحرق سيارة وإصابة آخرين من جانبه أكد مدير ناحية الوليد عبد المنعم الطرموز وفات شيخ عشرة العموس طلال العمسي متأثراً بجراحه في مستشفى الرطبة العام إثر اشتباكات مع التنظيم الإرهابي في حين أفادت وسال أعلام محلية بأن الإرهابيين اختطفوا نجل العمسي واقتادوه إلى مكان مجهول يأتي هذا فيما نصبت القوات الأمنية العراقية كميناً محكماً على الطريق العام قرب قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين الشمالي البلاد القد خلاله القبض على مسؤول خلية الإعدامات في التنظيم الإرهابي وبدأ الجيش العراقي مع كل من الحجد الشعبي وحرس الحدود عملية أمنية ممشتركة على الحدود العراقية السورية إثر تصاعد واترة هجمات عناصر تنظيم داعش الإرهابي الحجد وقال في بيان إن العملية العسكرية المشتركة جاءت لتطهير صحراء عكاشات باتجاه الحدود العراقية السورية مضيفاً أن العملية نفذت بعد ورود معلومات تؤكد عودة نشاط الخلايا النائمة لداعش في تلك المناطق